بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى ومدين اللهم رفل لنا ورشيخنا ورسامعين يقول مصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائض المقصود بالفرائض جمع فريضة والمقصود بها في هذا الباب أي المواريث التي قدرها الله عز وجل وقسم بها أموال الأموات بين ورثتهم من الأحياء ويتحدث العلماء عن الفرائض ويتكلمون عن من يرث من ورثة الميت ومن يحجب ومن يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل واحد من الورثة وهذا الباب باب عظيم جليل حري بالمسلم أن يُعنى به وقد روينا في الأثر وقد ضعف الإمام أحمد هذا الحديث أن علم الفرائض نصف العلم لأن بمعرفته يتحقق كثير من أسباب اكتساب الأموال وحفظ لكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل وهذا العلم علم ساعة كما يقول أهل العلم فإنه يسهل تعلمه ويسرع إلى الذهن نسيانه فلذلك حري بالمسلم أن يكثر من مراجعة هذا الباب ومدارسته وحفظ الأحاديث والآي فيه قبل كل شيء أورد المصنف باب الفرائض بعد المعاملات لأن الفرائض سبب من أسباب اكتساب المال إذ أسباب اكتساب المال ثلاثة إما المعاقدة وإما التناول بالإباحة وإما الاكتساب بالاستخلاف وهو الإرث فهذه الأمور الثلاثة هي أسباب الإرث أو اكتساب المال على سبيل الإطلاق وأورد المصنف أول حديث في الباب هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر هذا الحديث حديث عظيم نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم أن هذا الحديث جامع لقواعد العلم في الفرائض قال وعلم الفرائض هو نصف العلم فحق لهذا الحديث أن يكون من أولى الأحاديث بالحفظ ولذا فإنه استدرك على الحافظ النووي رحمه الله تعالى عدم ذكر هذا الحديث ونحن نعلم أن هذه أحاديث النووي التي تسمى بالأربعين النووية مرت بمراحل كما تعلمون فإن أول من جمع هذه الأحاديث هو أبو داوود السجستاني فقد أرجع أحاديث الأحكام الجوامع إلى أربعة أحاديث أو نحوها ثم جاء بعده أبو عمر بن الصلاح فأرجع الأحاديث إلى نحو من عشرين حديثا أو نحو ذلك في آخر المقدمة مقدمته الحديثية التي تسمى بمقدمة علوم الحديث ثم جاء النووي في المرحلة الثالثة فزاد على ما أورده أبو عمر بن الصلاح حتى بلغت أربعين حديثا ثم جاء بعده الحافظ أبو الفرج بالرجب فزاد نحو من عشرة أحاديث فبلغت نحو من خمسين حديثا هذه الأحاديث التي تعاقب على جمعها وإيرادها هؤلاء الأعلام الأربعة الذين يكادون أن يكونوا من أعلم أهل زمانهم بعلم الحديث يدل على أن هذا الكتاب وهو ما نسب للنووي بالأربعين النووية ومتممتها لابن رجب رحمه الله تعالى من حفظها فقد حفظ نحو من خمسين حديثا من جوامع الكلم التي يرد لها أغلب مسائل الأحكام هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألشق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر جاء عن الإمام أحمد تفسير هذا الحديث فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث قال قوله ألشق الفرائض بأهلها قال يعني أن كل من له فرض في كتاب الله عز وجل فأعطوه فرضة فألحقوه أي أعطو كل صاحب فرض في كتاب الله عز وجل فرضة قال وقوله فما بقي فلأولى رجل ذكر قال يعني فلأولى رجل ذكر من العصبات إذ قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى أي أقرب ورجل ذكر أي لأقرب رجل ذكر من العصبات وهذا مفهوم من سياق الحديث وأجمعت الأمة على أن المراد بالرجل القريب هنا ما كان من العصبات بيد أن هنا مسألة واحدة قبل أن ننتقل لفقه هذا الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لأولى رجل ذكر حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين وإحدى هاتين الكلمتين تغني عن الثانية فإن قوله رجل تغني عن قوله إنه ذكر فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من جوامع الكرم بهاتين الكلمتين قالوا يؤخذ من الإتيان بالوصف الثاني وهو النعت بكونه ذكر فائدة قالوا لكي لا يتوهم المستمع أن الإرث إنما هو خاص بالبالغين فلو قال فلأولى رجل لظن أنه خاص بالبالغين فدل على أن المراد به الذكر وأن الذكر هو الذي يكون معصبا سواء كان بالغا أو ليس ببالغ وسواء كان مميزا أو عاقلا أو ليس بمميز ولا عاقل وهذا من باب يعني وتأكيد النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بكونه ذكر هو من باب التأكيد والمساواة معا من باب التأكيد والمساواة ليس التأكيد فقط بل هو من باب التأكيد والمساواة بالصبيل الكبير هذا الحديث ذكر بعض أهل العلم أنه يمكن أن يستخرج منه أكثر من مئة مسألة في الفرائض وفي غيرها وقد أطالب رجب رحمه الله تعالى على شرح هذا الحديث وبيان فقه ولكن سنذكر بعضا من المسائل الفقهية المهمة على سبيل الإيجاز ما يتعلق بي أو نقهدها من هذا الحديث المسألة الأولى فيه أنه يجب البداءة بإعطاء ذو الفروض إرثهم والمراد بذو الفروض هم من جاء إرثهم في كتاب الله عز وجل مبينا أو من يلحق بهم فقد يأتي من يلحق بهم مثل الجد يلحق بالأب والجدة يلحق بالأم ومع أن ميراث الجد ليس في كتاب الله عز وجل وكذلك الجد كما سيمر معنا بعد قريب فهما ملحقان بالأب والأم في بعض صورهما ولذلك قال الإمام أحمد المراد بقوله ألحق الفرائض يعني كل من له فريضة في كتاب الله إذن المسألة الأولى أنه يعطى ذو الفروض إرثهم وتفصيل ذو الفروض معروفهم في كتب الفقه وهو مبين هناك المسألة الثانية أن هذا الحديث دليل على أنه يلزم تقديم ذو الفروض على العصبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر فدل على أن صاحب الفرض مقدم على العصبة وبناء عليه فلو كان من يرث بالعصبة لم يبق له شيء من الفرائض فإنه يسقط إرثه وهذا هو الذي استدل به فقهاؤنا في الرواية الثانية سندكرها إن شاء الله بعد بضعة أحاديث في مسألة الجد والإخوة فإنهم قالوا إن الجد والإخوة لا يرث الإخوة مع الجد شيئا إن استوعب التركة ودائما الجد يستوعب لأنه معصد وبناء عليه فإنه لا يرثون معه شيء استدلوا بهذا الحديث فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر وسيمر معنا إن شاء الله أن الجد لا يجوز أن ينقص عن السلس مطلقا فلو نقص عن السلس يعطاه بالفرض مما استدل به على هذا الحديث استدل به على إثبات الإرث بالتعصيب وهذا أصل من أصول الإرث بالتعصيب هذا الحديث فهذا الحديث يدل على أنه يرث بالتعصيب وأن التعصيب خاص بالذكور وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة مهمة في باب الفرائض وهو أنه يثبت في الفريضة العول ووجه كون أن العول يثبت في الفريضة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدم أحدا من أصحاب الفرائض على غيره كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فإن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى عدم العول ويقول لو قدم من قدمه الله سبحانه وتعالى لما عالت مسألة قط وقد قيل إن قول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول قد هجر وهذا فيه نظر فقد مال لهذا القول الحافظ أبو الفيد بن كثير ورجحه بعض من أهل العلم المتقدمين وهكذا فهذا القول ليس مهجورا مطلقا بعد ابن عباس إذن وجه الدلالة على أن المسائل تعول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض وألتفيد الاستغراق في جميع الفرائض وليس فيه تقديم لفريضة على أخرى فدل على أن الفرائض كلها متساوية في كتاب الله جل وعلا ولا يمكن الجمع بينها إلا بالعول فتعول المسائل ويرث الجميع بالنسبة والتناسب كما أن هذا الحديث أيضا فيه دليل على إثبات الرد في الفريضة إذا بقي بعد أصحاب الفرائض شيء ولم يوجد هناك معصب إذا لم يوجد هناك معصب والدليل على أنها تثبت الرد أو الحديث هذا يدل على إثبات الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فإن لم يكن هناك رجل ذكر أي معصب يرث الباقي فإنه يرد على باقي أهل الفروض فنعمل بالجملة الأولى ألحق الفرائض بأهلها فيكون المال كله لأهل الفرائض ولا يتحقق ذلك إلا بالرد والرد فيه يعني روايتان في مذهب الإمام أحمد فمشهور المذهب هو القول بالرد وقد قضى به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الزوجين فإنهم يرون أن الزوجين لا يرد عليهما والرواية الثانية في المذهب أنه يرد على جميع أصحاب الفرائض حتى الزوجين يرد عليهما أيضاً من ما يدل عليه هذا الحديث أن الإرث بالتعصيب إنما هو خاص بالرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلأولى رجل ذكر وأن النساء لا يرثن بالتعصيب إلا في حالتين وهاتان الحالتان إما أنهما ورثة من باب التبع أو من باب دليل منفصل فيكون هذا الحديث على عمومه إلا أنه قد خص بحديث سيأتي بعده مباشرة وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو التعصيب بالغير أو مع الغير فتكون الأخت مع أخيها وارثة بالتعصيب أو الأخوات مع البنات رثنة بالتعصيب مع الغير المسألة الأخيرة نقف عندها مما يدل عليه هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على أن في المسألة اليمية أو المسألة الحجرية أن الإخوة لأبوين يحجبون ولا يشركون مع الإخوة لأم وصورة هذه المسألة لو أن إمرأة توفيت عن زوجها وعن أمها وعن أخوات لأم أو إخوة عن إخوة لأم وعن إخوة لأم سواء كنا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناث وعن إخوة ذكور لأبوي وعن إخوة لأبوي فلو أردنا أن نعطي كل صاحب لفرض فرضة فإننا سنعطي الزوج النصف ونعطي الأم السدس لوجود جمع من الإخوة ونعطي الإخوة لأم الثلوثين لأنهما أكثر من شخص ولا يبقى للإخوة لأب أو للإخوة الأشقة شيء لا يبقى لهم شيء يقال إن الإخوة الأشقة ذهبوا لعمر رضي الله عنه وقالوا هب أن أبان حجرا في اليم أو هب أن أبان حمارا كيف الإخوة لأم يرثون الثلث ونحن إخوة من أم وأب لا نرث شيئا هب أن أبان ليس موجودا حجرا في اليم يمية أو حجرية أو حمارية أو غير ذلك سميها فبعض أهل العلم مال للتشريك وأما مذهب الإمام أحمد فإنه لا يشرك الإخوة الأشقة مع الإخوة لأم ودليلهم حديث الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء للإخوة الأشقة فنقول هذا حكم الله عز وجل فلا يرثون شيئا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم والحديث في الصحيحين هذا الحديث اختلفت الرواية في مذهب الإمام أحمد في معنى فمشهور المذهب وهو الموافق لقول الأئمة الأربعة في المذاهب الأربعة جميعا أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا ولا يرث الكافر المسلم مطلقا عملا بظاهر هذا الحديث فيقول إن المسلم لا يرث أي كافر كائنا ما كان لعموم الحديث وظاهره لا يرث المسلم الكافر مطلقا وعكسه كذلك فسواء كان الكافر ذميا أو كان معاهدا أو كان كتابيا أو كان يعني ليس من أهل الكتاب أو كان مرتدا أو غير ذلك فإنه لا يرثه مطلقا ووجه دلالتهم أو استدلالهم من هذا الحديث واضح وجلي جدا لا يرث المسلم الكافر فيبقى على إطلاقه الأمر الثاني أو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد وقد نص عليه الإمام أحمد في رواية ثلاثة عنه نقل ذلك أبو بكر الخلال في أحكام الملل وهو أن المسلم يرث الكافر وأما الكافر فإنه لا يرث المسلم بشرط وهو أنه لا بد أن يكون الكافر من أهل المولاة الظاهرة بمعنى أنه لا يكون حربيا وهذه الرواية انتصر لها وأطال في الانتصار لها العلامة بن القيم في أحكام أهل الذمة وذكر أن هذه هي الأصح والمنصوصة عن الإمام أحمد وأن شيخ تقي الدين رحمه الله تعالى شيخه أنه كان ينتصر لهذه الرواية وهو أن المسلم يرث الكافر إلا أن يكون الكافر حربيا فلا يرث منه وبناء على ذلك فإن المرأة إذا أسلم وكان أبواه كافرين فإن مشهور المذهب وهو قول المذهب الأربع في مشهور قولهم أن هذا الابن الذي أسلم لا يرث أباه الكافر مطلقا وأما على الرواية الثانية وهي منصوص أحمد واختيار الشيخين وثابتة عن عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعدد من فقهاء السلف المتقدمين فيقولون إنه يرث قالوا لأن الموالات نوعان موالات ظاهرة وموالات باطنة فالموالات الباطنة منفية بين المسلم وبين كل كافر وأما الموالات الظاهرة كالبر والإحسان ومنها الإرث فإنها تثبت للكافر إذا لم تكن بينه وبين المسلمين حرب وهو الحرب وهذه أطال الشيخ تقييدين في تقريرها وهو التفريق بين نوعي الموالات فالموالات بين المسلم والكافر ليست نوعا واحدا وهي منفية المنفي مطلقا هي الموالات الباطنة وأما الموالات الظاهرة فإن الشيخ تقييدين منقلها عن عامة فقهاء السلف يرون أنها نوعان كما ذكرت لكم قبل وقد فصلها ابن قيم في أحكام أهل الذمة تفصيل لا مزيد عليه رحمة الله على الجميع نعم هذا حديث بمسعود رضي الله عنهما أنه سئل في رجل مات عن بنت وبنت ابن وأخت والأخت هنا طبعا أطلق مما يدل على أنه يشمل الحكم الأخت الشقيقة والأخت لأب وليس المراد بالأخت هنا الأخت لأم لأن ولد الأم محجوب بوجود الفرع الوارث فلا ترث أساسا فجزما المراد بالأخت هنا إنما هو الأخت لأب أو الأخت لأب أو الأخت الشقيقة وتسمى بنت الأب فقال ابن مسعود قضى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة للبنت النصف وهذا فيه دليل على أن البنت إذا كانت واحدة فإنها ترث النصف فإن كانت أكثر من ذلك اثنتان فأكثر فإنها ترث الثلثين إن لم يكن معها طبعا أخ يعصبها قال وليبنت لابني السدس أي أن ابنة الابن ترث السدس تتمة الثلثين وبناء عليه فلو أن الثلثين قد استوعبتها البنات بأن كنا البنات اثنتين فأكثر فإن بنت الابن لا ترث شيئا لفوات الثلثين فإنما تأخذ السدس تتمة الثلثين فلا نقول السدس مطلقا وإنما نقول السدس تتمة الثلثين لبيان أن من شرط استحقاقها لهذا السدس أن لا يكون هناك جمع من البنات يستوع ابن الثلثين وذلك قال والابنة لابن السدس تكملة الثلثين قال وما بقي للأخت فللأخت أي الأخت الشقيقة أو الأخت لأب وهذا فيه درير على أن الأخوات مع البنات عصبات وهذا نص على أن الأخت ترث باقي المال تعصيبا مع الغير أي مع الأخت مع البنت عفوا نعم المصلحة هذه تعليل بالمصلحة ضعيف ما يعلل بالمصلحة دائما وإنما يعلل بالعلل المعاني لأن التعليل بالمصلحة دائما يكون ضعيف ولا يصار إليه إلا للترجيح أو عند الاستثناء في تخصيص العلة كالحاجة لا لا ما عللوا به قد يقول بباب تأييد الحكم يقول إنه للمصلحة لكن لو علل بالمصلحة مطلقا إذا لم توجد المصلحة فيلتغي الحكم وذلك عندنا قاعدة أن التعليل بالحكمة لا يصح إلا أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا فالمصلحة والمشقة ونحو ذلك هذه الحكم فلا يعلل بها إلا في نطاق ضيق كما ذكرت قبل قليل كالتخصيص وهو الاستثناء نعم ونحو ذلك أحسن الله إليكم يقوله رحم الله تعالى وعند الله من عمر رب الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه الخمسة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بنفذ أسامة ورواه النسائي وحديث أسامة بهذا اللفظ نعم هذا حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال رواه الإمام أحمد والأربعة إلا الترمذي لأن الترمذي أورد هذا الحديث من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولم يرده من حديث عبد الله بن عمر أي حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وهذا الحديث قبل أن ننتقل لتتمت كلام المصنف على إسناده هذا الحديث جاء في رواية الإمام أحمد وأبي داود لا يتوارث أهل ملتين شتاء زيادة كلمة شتاء وهذه الزيادة لها فائدة سأوردها بعد قليل وكيف أن فقهاءنا استدلوا بهذه الزيادة وهي كلمة شتاء يقول أخرجه الحاكم بلفظ أسامة نعم يعني معنى هذا الكلام أن الحاكم أورده في المستدرك بنحو لفظ أسامة لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لكن هذا الحديث ضعفه أحمد أي ضعف إراد حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ حديث أسامة فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال يرويه فقط عمر بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يتوارث أهل ملتين أو أهل ملتين مما يدل على أنه يضعف الرواية الثانية فإن الرواية الثانية إنما صحت بلفظ من حديث أسامة فقط قال وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ هذا الحديث ذكرت لكم قبل قليل أنه رواه أهل السنن إلا الترمذي وقد حكم ابن عبد البر على أن هذا الحديث لا مطعن فيه كذا قال في التمهيد ونقل عنه ابن عبد الهادي في موطن آخر أنه ضعف إسناده وعلى العموم فإن هذا الحديث إسناده جيد كما قال ابن أبي المجد تلميذ الشيخ تقي الدين في كتابه المقرر فإنه قد قال إن هذا الحديث إسناده جيد هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة وهو مسألة توارث أهل الملل فيما بينهم هل يتوارث أهل الملل فيما بينهم أم لا لأن توارث المسلم من غيره يعني الحكم فيه والمرد لحديث أسامة المتقدم واللفظ المتقدم وهذا الحديث إنما هو لتوارث أهل الملل كتوارث اليهود من النصران والمجوس من اليهود وعبدة النار من غيرهم وهكذا أهل العلم لهم ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات في مذهب الإمام أحمد فقيل إن من عدى أهل الإسلام ملة واحدة فيتوارثون مطلقا وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وقيل إن غير الإسلام إنما هي ثلاث ملل فقط وهو قول مالك والرواية ورواية عن إمام أحمد أقوى من التي قبلها وقيل وهذا القول الثالث ذكره احتمالا الموفق رحمه الله تعالى في المغني وهو الذي جزم به المتأخرون وانتصروا له وهو المذهب المعتمد أن الملل شتى وليست ملة واحدة ملل الكفار وليست ثلاث ملل وإنما هي شتى ولو وصلت إلى مئة ملة فعبدة النار ملة والصابئة ملة وعبدة النار ملة واليهود ملة والنصارى ملة وهكذا وكل من كان ذا ملة فإنه يكون منفصلا عن غيره فلا نقول إنهم ملة واحدة ولا نردهم إلى ثلاث ملل كالمشركين واليهود والنصارى ودليل المذهب أو فقهاء المذهب المتأخرين على ذلك الزيادة التي جاءت في مسند الإمام أحمد وأبي داود وإسنادها صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملل شتى أو أهل ملتين عفوا لا يتوارث أهل ملتين أو أهل ملل عفوا أهل ملل شتى فدل ذلك على أن أهل الملل أو أن غير أهل الإسلام هم أهل ملل شتى صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فما لي من ميراثه فقال لك السدس فلما ول دعاه فقال لك سدس آخر فلما ول دعاه فقال إن السدس الآخر طعمه روه الخمسة وصحة تلوذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقال إنه لم يسمع منه نعم هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ذكر المصنف أن الإمام أحمد والأربعة قد رووه وقد تبع في قوله إن الأربعة قد رووه جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فإنه ذكر أن الخمسة قد رووه والصحيح أن ابن ماجه لم يروي هذا الحديث فإن النسخ المطبوعة المعتمدة على نسخ خطية لم يورد فيها هذا الحديث حديث عمران بل إن المزي في التحفة لم يذكر أن ابن ماجه أورد هذا الحديث من حديث عمران ثم قال المصنف قد صححه الترمذي وقال هو من رواية الحسن البصر عن عمران قال وقيل إنه لم يسمع منه قوله وقيل إنه لم يسمع منه هذا قال به أئمة كبار كعلي بن المديني وأبو حاتم الرازي فإنهم نفوا أن الحسن قد سمع من عمران رضي الله عنه ورحمه ولذلك قال جمع من أهل العلم ومنهم أبو داود في هذا أو في تثبت هذا الحديث نظر ولذلك ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم وممن ذكر ذلك أبو داود باللفظ الذي ذكرت لكم قبل قليل هذا الحديث فيه حكم وفيه استشكال فأما الحكم فنأخذه من أول الحديث فإن عمران قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابن مات أي حفيدة ابن الابن مات فما لي من مراثه فقال لك السدس قول النبي صلى الله عليه وسلم لك السدس استدل بها على حكمين الحكم الأول على أنه أن الجد يرث السدس أن الجد يرث السدس ولا يرث الثلث وإنما يرث السدس ليس كالأب قد يرث الثلث أحيانا وما زاد عن هذا السدس قد يأخذه بالتعصيب الحكم الثاني الذي يأخذه أنه لا يجوز أن ينقص الجد عن السدس وبناء عليه في مسألة التشريك الجد مع الإخوة يجب أن لا ينقص الجد عن السدس وهذا واجب فيه وذلك قال لك السدس أي لا تنقص عنه مطلقا يقول فلما ول دعاه أي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك سدس آخر فلما ول دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة الجملة الثانية محل إشكال لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل سدس آخر فالجد إنما له سدس واحد فقط وما زاد عن هذا السدس فإنما هو من باب التعصيب لا من باب الفرض وكان الأنسب أن يقول ولك الباقي ولذلك هذا الحديث كان سبب إشكال عند كثير من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد فقد سأل إسحاق بن منصور كوسج الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال عنه الإمام أحمد هو كما ترى هو كما ترى أمر مظلم يعني أمر لا أدري كيف يكون يأخذ السدسين معا ولكن أهل العلم وجه ذلك بأن المراد بقوله إن السدس الآخر طعمة أي أنه من باب التعصيب من باب التعصيب ولكن هنا مشكل أننا لا نعرف من الذين ورثوا مع هذا الجد لا نعرف بل ظاهر الحديث أنه قال مات وليس لي شيء فهو من هذا الجهة فهو مشكل وذلك قال قتادة رحمه الله تعالى لا ندري مع أي شيء ورثه النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ندري مع من ورثه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال فلكن يقول قتادة من دعام السدوس ولكن أقل شيء يورث الجد السدس أقل ما ورد أنه يورث السدس ومعلوم أن قتادة كان فرضيا ومن لطيف كلامه رحمه الله تعالى قتادة أنه كان يقول إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمت جيرانك انظر لجيرانك جميعا وأمتهم واقسم تركتهم فإنك حينئذ تضبط هذا الفن طيب إذن هذا التوجيه الأول الذي ذكرناه قبل قليل أنه من باب يعني من باب التعصيب ولكن هذا استشكل بأنه لا يعرف من الذي جاء معه قد جاء عند سعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه قال للصحابة كم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الجد فقال السدس قال مع من قال لا أدري قال ما استفدنا شيئا السدس يكون مع من فنريد حل هذا الاستشكل التوجيه الثاني هو الذي قال به إسحاق برهوية كما نقله عنه إسحاق بن منصور فإنه نقل عنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم طعمه معناه أنك إذا أخذت فريضتك فقد استوفيت حقك فإنما حقك بالسدس الماضي وأن ما فضل عن هذا السدس فإنما هو لبيت المال وما كان لبيت المال كما يقول إسحاق بن رهوية وما كان لبيت المال فلنا أن نعطي منه من نشاء فهو من باب إكرام النبي صلى الله عليه وسلم له بأن أعطاه السدس الثاني ليس فرضاً وإنما من باب الطعمة والإكرام وكان ذلك قبل أن يفرض التعصيب قبل أن يفرض التعصيب إذن هذا الحكم في جزئه الثاني منسوخ بالتعصيب فلك التعصيب إذن معناه على قول إسحاق أن بيت المال هو الذي ورث المال ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم منه تفضلاً وعلى العموم كما قال إمام أحمد هو أمر مظلم يعني التوجيه الثاني مظلم وما ذهب له أبو داود وغيره من تضعيف هذا الحديث يعني يحل إشكالاً كثيراً في توجيهه نعم حسن الله عليكم يقوله رحمه الله تعالى وعن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم روه أبو داود والنسائي وصحبه خزيمة ومن الجارود وقوابه عدي نعم وهذا حديث ابن بريدة رضي الله عنه أن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس أي جعل الجدة ترث السدس إذا لم يكن دونها أم قال روه أبو داود والنسائي وقد صححه ابن خزيمة وابن الجارود والحقيقة أن هذا الحديث يعني تكلم في أحد الذين تفردوا فيه وهو أبو منيب وأبو منيب وإن كان ابن عدي في الكامل قد ضعثه إلا أنه لما أورد له هذا الحديث قال وهذا الحديث له لها بأس به وهذا معنى قول المصنف قواه ابن عدي فإن ابن عدي نظر لهذا الحديث بخصوصه بأنه لا نكارة في معنى وهذه طريقة بعض أهل العلم المتقدمين العالمين بالمتون والناظرين للشواهد وإذا قال إنه لا بأس بهذا الحديث هذا الحديث فيه ابن الفقه مسائل أول مسألة أن الجدة ترث لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس وهنا عندنا مسألة كم جدة ترث فنقول إنما يرث من الجدات ثلاث فقط وهي أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أي وإن علون بهذا بهذه الدرجة وما عد أولئك الثلاث ومن علا بهن فإنه لا يرث وبناء على ذلك فإنه لا يتصور أن يرث أكثر من هؤلاء الثلاث لأن من زاد عنهن في الغالب يكون جيل بعيد وإذا اكتبت عن إبراهيم النخعي أنه لا يرث من الجدات إلا ثلاث وأما من توسع فقال يرث أكثر من ثلاث الحقيقة أن فيه تكلفا وصوره نادرة وإذا كقيل كما ذكر ما وردي في الحاوي قال إن فقهاء أن يذكرون أنه يمكن أن ترث مئة جدة وهذا كلامهم إنما هو من باب التنظير لا من باب الواقع فإنه لا يمكن أن ترث مئة جدة في الحقيقة وهكذا طيب المسألة الثانية معنا أن هذا الحديث دليل على أن الأم تحجب الجدة وهذا بإجمع أهل العلم فإذا وجدت أم فإنها تحجب الجدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يكن دونها أم وسواء كانت الجدة وقد أدلت بالأم بأن كانت الجدة أم أم أو لم تذل بالأم بأن كانت أم أب فإنها في الحالتين تحجب بالأم المسألة الثالثة في هذا الحديث نستدل منه على أن الأب لا يحجب الجدة التي أدلت به فأم الأب أو أم أب الأب ترثان السدس وإن كان ابنهن حيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل للجدة السدس وجاء في حديث النخعي ورث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة جدات جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ولم يقول أو أب أو من أدلت به ونحو ذلك فدل ذلك على أن أم الأب وأم أبي الأب ترثان مع وجود الأب لكنهما تحجبان بالأم لأنها هي التي ترث مراثها وإن لم يكن قد أدلين بها نعم أما أ scroll أب أم الأم وأنا quanto أم الأب وأم أبي الأب ثنتانى من جهة الأب وواحدة من جهة الأم ما تحجب لا الأولى ولا الثالثة لا أم الأب ولا أم أبي الأب كلاهما لا تحجبان بالأب لا يحجبان بالأب تحجبان بالأم أحسن الله إليكم يقول رحمه الله تعالى وعن المقدام بن معدي كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخان وارث من لا وارث له أخرجه أحمد والأرب عطوس والترمذي وحسنه وعب زرعة الرازي وصحاب الحاكم وابن حبان وعن أبي أمامة بن سهل قال كتب معي عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له رواه الخمسة سواء أبي داود وحسنه الترمذي وصحاب النحبان نعم هذا الحديثان في توريث الخال الحديث الأول حديث المقدام رضي الله عنه ونقل المصنف أن هذا الحديث أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وأنه قد حسنه أبو زرعة وقد نقل تحسينه إياه ابن أخيه ابن بحاتم في العلل قال وصححه الحاكم وابن حبان وكذلك يعني صحح هذا الحديث أو قال عنه صالح لإمام أحمد فقد جاء عن الإمام أحمد أنه قال إن حديث المقدام حديث صالح وكذلك صححه جماعة من أهل العلم كابن طيم رحمه الله تعالى والجمال المرداوي في كفاية المستقنع فإنه قد ذكر أن رجال هذا الحديث ورواته ثقات وأما الحديث الثاني حديث أبي أمامة رضي الله عنه فقد ذكر المصنف أنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان لكن الحقيقة أن هذا الحديث تكلم فيه لأنه قد جاء من رواية حكيم بن حكيم وحكيم هذا وإن وثقه ابن حبان إلا أن ابن سعد قد ذكر أن أهل العلم لا يحتجون بحديثه ورد ابن القيم رحمه الله تعالى في تهذيب السنن على من ضعف حديث أبي أمامة بحكيم بن حكيم بأن هذا ليس في محله وقال إن حكيم دعوى أنه مجهول لا يحتج بحديث غير صحيح فإن حكيما رحمه الله تعالى قد روى عنه جمع من الثقات ورواية هؤلاء الجمع ترفع عنه الجهالة بل يعني توثق حديثه ولذلك قال إن هذا يجعل حديثه محتجا به وذلك مال ابن القيم إلى تصحيح هذا الحديث موافقة لابن حبان هذان الحديثان فيهما من الفقه مسائل المسألة الأولى في قول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له نستفيد منها مسألة مهمة جدا وهي مسألة توريث ذوي الأرحام وتوريث ذوي الأرحام هو مشهور مذهب الإمام أحمد وهو الذي دلت عليه المجزون به بل أظن لا رواية أخرى في هذا المذهب أو في مذهب أحمد تخالف في ذلك فيما أظن الأدلة على توريث ذوي الأرحام كثيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في توريث الخال من جهة ومن جهة أخرى من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم وطريقة توريث ذوي الأرحام إنما يكون عن طريق التنزيل بأن ينزل كل ذي رحم منزلة من أدل به فعلى سبيل المثال بنت البنت تنزل منزلة البنت وكذا ابن البنت تنزل منزلة البنت فيأخذ النصف وهكذا إذا اجتمع ذوي الأرحام فيحجب كل امرئ الآخر وكذلك يحجب من تنزل به الآخر باعتبار من نزل به أو أدل الميت به كما أن في الحديث هذا أيضا مسألة أخرى وهو أن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام والدليل أو الوجه أن الرد مقدم على ذوي الأرحام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له فدل على أن من كان له وارث ولو واحد من ذوي الفروض فإنه يرد له المال كله ولا يعطى ذوي الأرحام شيئا منه البتة فدل على أن الرد مقدم إذن فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الرد على ذوي الفروض وأن الرد مقدم على توريث ذوي الأرحام كما أن هذا الحديث أيضا يدل للجواية الثانية في مسألة الرد وهي مسألة أن الرد يكون لجميع الورثة ذوي الفروض وإن كان منهم حتى الزوجين يدخلون فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له فلو قلنا إن الزوجين لا يرد عليهم فلو أن رجلا مات وله زوجة فقط وله خال فظاهر الحديث أن الخال لا يرث لأن له وارث وهو الزوجة فتأخذ الزوجة الربع فرضا والباقي ردا فتأخذه كاملا وأما من قال بعدم الرب على الزوجة والمذهب فإنه يقول تأخذ نصيبها والباقي يأخذه ذوي الأرحام والحديث يدل على الرواية الثانية في المذهب نعم نعم هذا حديث أبي هرير رضي الله عنه ذكر المصنف أن ابن حبان قد صحح وقد حسن هذا الإسناد الجمال المرداوي وجود إسناده ابن عبد الهادي وتبعه ابن أبي المجد المقر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المراد بالاستهلال هو الصيح وبذلك عرفه ابن عباس رضي الله عنهما هذا الحديث فيه من الفقه مسائل أول هذه المسائل أن المولود إذا استهل بمعنى أنه خرج صارخا فإنه يرث ويورث فإنه يرث ويورث معنى وهذا الحديث نص فيه المسألة الثانية أن مفهوم هذا الحديث انظر معي أن مفهوم هذا الحديث أن الصبية لا يرث بغير الاستهلال لا يرث بغير الاستهلال لأنه قال إذا استهل طيب لو لم يستهل وإنما بكى أو عطس أو تنفس أو رضع أو غير ذلك هل يرث أم لا مفهوم هذا الحديث أنه لا يرث لكن نقول إن هذا المفهوم غير مراد وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمل أغلب للدلالة على أنه إذا وجدت في الصبي المولود ذكرا كان أو أنثى طبعا المطلقا إذا وجدت فيه علامة الحياة الكاملة وأشهرها وأظهرها في أغلب الموليد أنهم يولدون مستهلين صارخين فكذلك غيرها من العلمات طبعا إيش معنى الاستهلال؟ قلنا معنى الصراخ سمي استهلالا من أخذه بالهلال لأن الهلال إذا رأاه العرب قديما كانوا يرفعون صوتهم بالصراخ وبذكر الله عز وجل وذلك فإنه يشرب المرء إذا رأى هلال أن يدعو الله عز وجل والدعاء ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل وإنما يكون فيه إسماع للنفس فقط إذن مشهور المذهب ماذا يقولون؟ يقول إن هذا المفهوم غير مراد وإنما نقيس على الاستهلال كل ما كان في معنى وهي أربعة أشياء البكاء لأن البكاء استهلال وزيادة الأمر الثاني العطاس لأن العطاس فيه معنى الاستهلال لأنه فيه إخراج صوت وفيه سلامة للصدر ما يعطس الشخص إلا وفيه هذه السلامة الأمر الثالث قالوا إذا رضع ارتضع إذا ارتضع من أمه فالشخص لا يرتضع إلا وهو كامل السلامة الأمر الرابع إذا تنفس تنفسا طويلا ليس نفسا يسيرا ثم مات لا تنفس تنفسا طويلا فترة طويلة وهو يتنفس عرفا فحينئذ نحكم بأنه يرث ويورث وأما لو تحرك حركة يسيرة أو تحرك لحمه فإننا نقول إنه لا يعتبر بذلك لأن هذه الحركة ليست ثابتة طبعا هناك الحركات نوعان كما تعلمون وأحسن من تكلم عنها ابن العماد الإقفاسي الشافعي له رسالة لطيفة جدا في بيان نوعي الحياة فإن الشخص له حياة معتبرة شرعا ونوع غير معتبرة المسألة الثانية معنا في هذا الحديث وهي قضية قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود المولود فأخذ منها فقهاؤنا رحمهم الله تعالى وهم شهروا نذهب أنه لا بد أن يكون الاستهلال بالصراخ بعد الخروج كاملا وبناء عليه فلو خرج بعض المولود ثم بعد ذلك استهل ثم مات ولم يخرج إلا ميتا فإنه لا يرث ولا يرث فلا بد أن يخرج كاملا من بطن أمه وأن يكون الاستهلال بعد الخروج لأنه قال إذا استهل المولود فلا بد أن يصدق عليه أنه مولود كله فلا بد أن يخرج جميع جسده وهذا هو مشهور المذهب نعم صلى الله عليه وسلم يقوله رحمه الله تعالى وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء رواه النسائي والدار قطني وقواه العبد البر وأن له النسائي والصاب وقواه العمر نعم هذا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رواه النسائي والدار قطني وقواه ابن عبد البر يعني أن ابن عبد البر قوى هذا الحديث والحقيقة أن ابن عبد البر لم يقويه فقط بل قال إنه سالم من العلل واعترض عليه الحافظ أبو الفدى بن كثير في كتابه إرشاد الفقيه في تخريج أحاديث التنبيه الشرازي فقال العجب من ابن عبد البر يعني مع جلالة قدره واتساع اطلاعه وإمامته كيف صح هذا الحديث ويقول كيف صح هذا الحديث من هذا الطريق ومن هذا الوجه بل نقل الاتفاق على سلامته من العلل وهذا الحديث طبعا حقيقة فيه علة كما أورد ذكر المصنف أن النساء قد أعلّف السنون الكبرى فإن هذا الحديث جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ومعلوم أن أهل العلم يعني يتكاد كلمتهم متفقة على أن إسماعيل بن عياش أن روايته عن غير الشاميين ليس محتجا بها البتة ومعلوم أن ابن جريج مكي وقد كان مفتي مكة فإن خلفاء بني أمي كانوا يقول لا يفتي إلا عطاء فلما مات عطاء قالوا لا يفتي في الحج إلا ابن جريج فدل ذلك على أن روايته ضعيفة ولكنها ربما علة غابت عن الحافظ أبي عمر وتوجه كلامه لرواية عمر بن شعيب عن نبيه عن جده إذن هذا معنى قوله وأعله النساء وعرفنا العلة فيه بأنه من رواية إسماعيل بن عياش قال والصواب وقفه على عمر أي بن الخطاب رضي الله عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إنه لا يصح حديث في أن القاتل لا يرث شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصح حديث مطلقا قال وإنما روي عن أصحابه أنهم لم يورث القاتل فأحمد لم يصح هذا الحديث ولا غيره من الطرق وقد جزم كثير من أهل العلم بأن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث فيه من الفقه مسألة مهمة جدا نريدها ونقف عندها وهي قضية هل القاتل يرث من المقتول أم لا يرث مشهور المذهب أنه إذا كان القاتل قد قتل شخصا وكان هذا القتل مضمونا إما مضمونا بقصاص مضمونا بقصاص أو بدية أو بكفارة أحد هذه الأمور الثلاثة فإنه حينئذ لا يرثه وما عد هذه الأمور فإنه يرث إذا نقاتل عمدا وخطأا وشبه عمد لا يرث مطلقا على المذهب والذي يرث هو من كان قتله هدرا كمن قتله الحق وكالبغاه مثلا وغير ذلك من الصور التي أوردوها وهي نحو من 12 صورة هناك رواية ثانية في المذهب وافقوا فيها قول المالكية فقالوا إن القتل الذي يمنع الميراث إنما هو القتل العمد لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عنقب بحرمانه وأما القتل الخطأ فإنه لا يمنع من الميراث وهذه رواية ذكرها بعض متقدم الحنابلة وافقوا فيها قول المالكية وهذه هي التي يقضى بها الآن في المحاكم وقد صدر بها قرار من هيئة كبار العلماء أن القاتل خطأا يرث وإنما يحجى فقط القاتل عمدا وشبه عمد نعم هذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان طبعا هذا الحديث له أصله قصة قضى فيها عمر رضي الله عنه وقد اقتصر المصنف على الحديث المرفوع ولم يرد القصة التي فيه لأنها من فهم عمر رضي الله عنه ولما تقدم أن من طريقة الحافظ أبي الفضل رحمه الله تعالى بن حجر أنه إنما يورد محل الشاهد فقط تسهيلا لحفظ الأحاديث وأما غيره من أهل العلم فربما استطرد بذكر الحديث كله قبل أن نورد هذا الحديث لنتكلم عن إسناده لأن بعض أهل العلم أورد استشكالا فيه فقال قرواه أبو داود والنسائي وابن ماجة قال وصححه ابن المديني وابن عبد البر ومع تصحيح هذين الإمامين بهذا الحديث إلا أن عددا من أئمة الحديث ضعفوه فقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقله عن كثير من أهل العلم فقد قال الإمام أحمد الناس يغلطون عمر بن شعيب في هذا الحديث يغلطونه يعني يقول إن روايته غلط وكذلك قال أبو داود فإن أبا داود حينما روى هذا الحديث قال الناس يتهمون عمر بن شهيب فأمر بن شعيب في هذا الحديث وهؤلاء الإمام ينقلون عن الحفاظ قبلهم أنهم أنكروا على عمر بن شعيب هذا الحديث وهذا يدل على تضعيف هذا الحديث عنده هذين طيب هذا الحديث فيه من الفقه أن الولاء يورث كما يورث المال كيف هذه الصورة؟ انظر معي الأصل أن الشخص إذا كان له ولاء لشخص آخر فإنه يرث به كما سيأتي في الحديث القادم فإن مات المعتق فإن الولاء ينتقل لمن؟ لورثته هل ينتقل لورثته جميعا؟ فيقسم كما يقسم المال؟ هذا الحديث يدل على هذا الأمر ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان فيقسم بين ورثته الذكور كما دل عليه ظاهر هذا الحديث بينما جاءت أحاديث أخر وهو من قول الصحابة رضي الله عنه أن الولاء إنما هو للكبر أي أن الولاء إنما يريثه العصبة فقط العصبة فقط وليس للمطلق الورثة فلا يكون لعموم الورثة وإذلك قال الإمام أحمد لما أورد هذا الحديث في بعض الروايات قال إن هذا غلط وقد جاء عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم خلافه وأن الولاء للكبر قال وهو قول أكثر الناس قال الزركشي لما قال قول أكثر الناس قال وقوله أقول أكثر الناس شبيه بالإجماع شبيه بالإجماع إذن هذا هو الأمر طيب وجه فقهاؤنا هذا الحديث لأجل وقت بثلاث توجيهات التوجيه الأول أن هذا الحديث ضعيف وغلط كما نص عليه إمام أحمد وذكر ذلك الموفق الأمر الثاني أن هذا الحديث صحيح ولكن عمر رضي الله عنه يعني الفهم منه غير صحيح فإن قوله ما أحرزه الوالد أو الولد فهو لعصبته أي من المال وأما الولاء فإنه لم يحرزه وإنما هو باقي له وإنما يرث ولده بإرثه التوجيه الثالث أن هذا الذي نقل عن عمر اجتهاد منه وقد نقل عنه خلافه كما نقله عنه الشعب وأحمد فدل على أنه تراجع عن هذا وذلك المصنف لم يرد قصة عمر نعم هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب راه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصحى بن الحبان وعله البيهقي نعم هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ذكر مصنف قال رواه الحاكم من طريق الشافعي طبعا الشافعي رواه في الأم ومن طريقه أيضا رواه ابو العباس الأصم في كتابه المسند عن الشافعي لأن المسند لأبي العباس بن الأصم وليس للشافعي وأورد فيه أحاديث الشافعي التي رواها من طريق الربيع بن سليمان عنه بينما السنن هي جاءت من طريق المزني وقد قيل إن الذي جمع السنن التي تسمى سنن الشافعي قيل إن الذي جمعها المزني وقيل إن الذي جمعها إنما هو أبو جعفر الطحاوي تلميذه وذلك فإن السنن والمسند ليس للشافعي وإنما هي مأخوذة من كتبه فالشافعي إنما رواه في كتاب الأصلي وهو كتاب الأم ومن طريقه الأصم في كتاب المسدد قال من طريق محمد بن حسن عن أبي يوسف رحمهم الله تعالى قال وصححه ابن حدبان وكذلك الحاكم وأعله البيهقي وغيره أعل هذا الحديث لكن قد ذكر المرداوي أن لهذا الحديث طرق كثيرة قال وقال بعضهم إن رواته ثقات يعني من باب أن هذه الطرق بعضها يشهد لبعض على العموم هذا الحديث فيه جملتان الجملة الأولى في قوله الولاء لحمة كلحمة النسب فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الولاء بالنسب ولا شك أن المشبه به أو أن المشبه يكون دون المشبه به فيكون دونه وهذا يدل على أن الولاء أضعف من النسب لكنه يشبهه في أحكام من هذه الأحكام أولا أن الولاء يورث به كما يورث بالنسب هذه مسألة الأمر الثاني أن ما يحجب فيه بالنسب يحجب فيه بالولاء وبناء على ذلك فإن اختلاف الدين بينهما أي بين المولى وبين المعتق فإنه يمنع من الإرث وأما المذهب فإنهم يمنعون من الإرث به إذا كان المعتق كافراً والمعتق مسلماً وأما إذا كان العكس بأن كان المعتق مسلماً والمعتق كافراً فإنهم يجيزون أو يصححون الإرث به ويقول يحوزه ولو كان كافراً وهذه الحقيقة على الرواية الثانية منضبطة فالمسلم دائماً يرث الكافر إلا أن يكون بينهم ذات حرب والمذهب يعني هنا خالف في أصله الأول المسألة الأخيرة أن هذا الحديث يدل على أن المعتق لا يرث المعتق المعتق لا يرث المعتق وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب فإنما يورث بالولاء وقد جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق ولم يقل إن الولاء لمن أعتق فدل على أن المعتق وهو الذي سمى الولاء من سفل لا يرث المعتق من المعتق شيئاً الأمر الأخير هي المسألة السابقة التي استدلين بها ورددنا حديث الذي روي فيه هو أن عصبات الإنسان في الولاء إنما هم العاقل فقط وليس كل العصبات وإنما هم العاقل فقط الجملة الثانية قوله لا يباع ولا يوهب هذا الحديث أصله في الصحيح من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء نهى عن بيع الولاء صلواته الله والسلامه عليه وهذا الحديث النهى عن بيع الولاء تقدم معنا في بابه وقد ذكر مسلم أن الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث ولذلك قال الإمام أحمد إن عبد الله بن دينار يعني لم يوافق وإنما خالفه نافع وغيره فلم يردوا هذه الزيادة والعموم أهل العلم صححوا هذه الرواية وتقدمت معنا أظنف العمدة تكلمنا عنها في ذلك الموضع نعم صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى عن أبي قلامة عن أنس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصحره الترمذي وابن حبان والحاكم وأعلى بإرساله نعم هذا حديث أنس رضي الله عنه ختم به المصنف ونختب به درسنا اليوم بمشيئة الله عز وجل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصحره الترمذي وابن حبان والحاكم وأعلى بالإرسال إرادة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث إنما أورده لفائدة وحكم وذلك أن الإمام أحمد قد نص في رواية أبي طالب أنه قال أذهب لحديث أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد وبنى على ذلك الإمام أحمد أن الجد والإخوة يتشاركون في الميراث ولا طبعا بحسابها يختلف الحساب ليس على مطلق الاشتراك ولا يحجب الجد الإخوة فاستدل أحمد على أن الجد لا يحجب الإخوة بأن هذا قضاء زيد رضي الله عنه وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد وذلك قال أحمد في رواية أبي طالب ليس الجد أبا أي لا يحجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ليس الجد أبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد طبعا فقهاءنا رحمة الله عليهم يعني لم يأخذوا دائما بقول زيد وإنما أخذوه في هذه المسألة وأما في الرد فإنهم خالفوا زيدا فقالوا بالرد فزيد رضي الله عنه لم يكن عفوا في مسألة ذو الأرحام آسف في مسألة ذو الأرحام فإن زيد رضي الله عنه ورحمه لم يكن يرى توريث ذو الأرحام وذلك الشافعية يأخذون بقول زيدا في المسألتين طيب هذا الحديث ذكر المصنف أنه قد صححوا الترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وقد وافق هؤلاء في التصحيح جمع من أهل العلم منهم ابن مفلح في الفروع فقد ذكر أن حديث زيد رحمه الله تعالى حسن وإسناده ثقات أي أن رواته ثقات وتبعه حفيده البرهان في المبدع بينما العلامة الشيخ الإسلام تقييد دين بن تيمية فإنه قد شنع على هذا الحديث تشنيعا شديدا وقال إن هذا الحديث ضعيف ليس له إسناد يعتمد مطلقا بل إنه يقول رحمه الله تعالى الأشبه أنه موضوع يعني من شدة تشنيعه رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه يرى أنه موضوع نقل عنه تلميذه ابن أبي المجد الحكم بتضعيف موجود في الفتاة ولكن حكم بوضعه نقل عنه تلميذه ابن أبي المجلس المقرر وذكر بعض العدل فيما تتعلق في متنه والحقيقة أن الشيخ تقييدين ربما يعني بالغ في الحكم على هذا الحديث وبذلك ننهي الدرس لأجل أذان وأنا أعتذر منكم الآن لأنني عندي موعد لا بد أن أصل لأمام سأخرج قبل أذان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة